أمت الله من عمان وصيرة الرحم التي لا توصل إلا به وإكرام صديقه واجتناب كل ما يؤذي الميت من استدامة البكاء مثلا أو إبقاء شيء من آثار الميت التي يستحلب فيها الحي الحزن ويستدعي فيها الألم فما في داعي أخت الفاضلة لمثل هذا الأمر فإنفع زوجك بالدعاء والاستغفار فإن ثبت بالنصوص الشرعية أن الميت له حق على الحي ومن جملة ذلك الدعاء وكذا مثل ما ذكرت قبل قليل ووجود هذه الصورة لا شك بأن يعيدك دائما إلى الماضي يعيدك إلى دائرة الحزن يجعلك متألمة فأنا أنصحك بأن تترك هذا بارك الله فيك وتستشري في حياتك ومستقبلك وتربية الأولاد وتحتر وكان في التعرض للزواج هذا مباح لك شرعاً ولله الحمد والمنى